بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم دلنا نطلب درس النظمات لاحظة الاتحال الجهة والجهة تربعة على الكلام 13.16. طبعا الحلو النظمة التالية X زي جوجي كتسوي 350 و X 18 89 ثم عندنا مثالة اشترى عالي وقام عالي ونقامي سيني لهم عن نفس الثمن واحدة بما قدره 350 درعا وحسو الثمن قامس لواحد ثمن الحداء تعليمت أن الثمن الحداء يذب عن ثمن القامس بما قدره 80 درهمان إذا هنو غدين نشوفوه من إدماء اللي عدنا X زي جوجي كتساوي 350 X نقص Y تساوي 80 ثم نستعمال طريقة 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 الخطيئة إذا هنو غدين نضربوه نحول المثالين نعيق نتخلصه من X إذا هنو غدين نضربوه مثالا في 1 ونضربوه في ناقص 1 إذا هنو غد عطينا واحد طريقة عدتنا هي X زي جوجي كتساوي 350 ناقص 1 في X هي ناقص X ناقص 1 في ناقص Y هي زايد Y ناقص 81 هي ناقص 8 ثم نجمع طرفي المعادلتين واحد واثنان طرف إذا هذه واحد وهذه اثنان طرف بطرف نحصل على إذا X زايد ناقص X زايد جوجي كريك زايد Y تساوي 350 زايد ناقص 80 إذا نجمعناه ناقص 8 X ناقص X فهي 0 زايد 2Y زايد Y هي 3 Y تساوي 350 زايد ناقص 80 0 زايد 3Y هي 3Y 350 ناقص 80 هي 270 إذا نتخلص من Y ثم 3 ثم 3 ثم ناقص 9 على 3 ناقص Y تساوي 22 ناقص 9 ثم ناقص 90 ناقص ناقص Y ب90 في المعادلة مثلا X زايد جوجي Y تساوي 350 الآن ناقص تساوي 350 ومنه حل النظمة والساوج إكس لهو مئة وسبعون وإجريك لهو تسعون ثم قالنا السؤال الثاني إذن نسأله اشترى علي قميسي لهما نفس الثمن وحداء بمقدره 350 درهم وحسب ثمن قميس الواحد وتمن حداء واحد ثمن حداء إذا علمت أن ثمن حداء يصدع ثمن قميس بمقدره 80 درهم إذا المطلوب النسب هو ثمن قميس وتمن حداء يقل مثلا إكس هو ثمن حداء وليكن مثلا إكريك هو ثمن القميس الواحد إذا ندور السؤال ثم أنا أولا قلنا اختيار جاهل المناسبة ثانيا سياغة الندماء سياغة الندماء نجز الجملة اللولى اشترى علي قميسين نجز الجملة لهم نفس الثمن يعني جوج بحادة بحادة نفس الثمن واحدة بما قدره 350 درهم يعني عالي شراجج دي لقمصان يعني قميسين ثمن قميسين ثمن قميسين زي ثمن الحداء يزيده عن ثمن القميس الواحد بازم ثمن قميس ما هو هذا الجملة؟ يعني لاخدنا 8 الحيدة ونقصنا منه 8 القميص الواحد ودير القول الفرق ديرهم هو 80 درهم هذا هو 8 الحيدة يزيد عن 8 القميص 80 درهم 8 الحيدة شهر هو X ناقص 8 القميص تساوي 8 نظم ما لدينا هي هذه نظمنا لدينا X زائد جوش Y تساوي 350 وعدنا X ناقص Y تساوي 80 وهنا هي المعادلة هي المعادلة دي اللون نبقينا الحل لها وحسب السؤال واحد فإن حل الندماء هو الزوج إذا 8 الحيدة هو 170 درهم ثم 8 القميص هو القميص الواحد هو 90 درهم ثم بعد نجد تحقق من الحل ما هو التحقق من الحل؟ ما هو التحقق من الحل؟ هو نس 8 وحيدة ونشأل قد اشتراعها لقميص الواحدة نس 8 وحيدة من قد رغوة 350 يعني 8 دي الحيدة اللي هو 90 زائد 8 دي القميصين يعني الجوز ضارب 90 درهم ثم 170 زائد الجوز ضارب 90 وهي 180 تساوي 350 درهم هذا الول مزيان بعد نشوف اشتمال الحيدة يزيد عن 8 القميص بتسين درهم ثم كلا لقصناعة من 90 درهم أهلا على المزيان اشتراعها ثم عمزة أحد الظاهرة ثم اشتراعها ثم اشتراعها شكرا